مماطلة ثم اشتراطات ثم رفض صريح وتصعيد هكذا تعاملت جماعة الإرهاب الحوثية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة في اليمن ستة أشهر أخرى بعد أن انتهت الهدنة السابقة مساء الأمس بادئ الأمر قال الحوثيون إنهم ينظرون للهدنة بعين إنسانية واشترطوا صرف رواتب الموظفين المدنيين وحين وفقت الشرعية صعدت الجماعة مطالبها وصولا لمطالبتها بصرف رواتب مقاتليها ومن جندتهم في كشوفات ما يسمى بالجيش والأمن التابع لها المطالب الحوثية التعجيزية وصعي الميليشيا لتفجير الوضع العسكري في مأربة وتعز يرى فيه مراقبون مناورة عسكرية من جانب الجماعة وضغطا يهدف لتحقيق مكاسب مضاعفة قبل إعلان قبولها بالهدنة المبعوث الأممي في بيانه الذي غلب عليه الأسف قال إن مقترح تمديد الهدنة تضمن دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية وفتح طرق محدودة في تعز ومحافظات أخرى وتسيير وجهات إضافية للرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء ودخول السفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين كما تضمن الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية شاملة وقضايا اقتصادية أوسع رفض الحوثيون كل ذلك وكالعادة يخجل المبعوث الأممي عن قول الحقيقة وتسمية الطرف المعرقل والرافض وعبر عن امتنانه للانخراط البناء من الطرفين الشرعية والانقلابيين وقال إن الوضع في اليمن بحاجة لعملية سياسية شاملة وتسوية يتفق عليها الجميع مستشار رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية عالي الصراري قال ليمن شباب إنه من غير المقبول أن يدفع الشعب اليمني ثمن المصالح الدولية في إشارة إلى موقف المجتمع الدولي المتماهي مع الإرهاب والعدوان الحوثي واقعيا عرقل الحوثي تمديد الهدنة ويضغط لتحقيق شروطه ومكاسبه في المقابل يتوارى مجلس القيادة الرئاسي عن المشهد وتحضر السعودية المتخوفة على مصالحها وحدودها من خلف الكواليس عبر دفع المجلس الرئاسي والحكومة للقبول بكل شروط الحوثي في موقف يعبر عن رضوخ عجيب لمن يفترض أن يكون في موقف القوة للضعف اشتركوا في القناة